اشتركوا في القناة وفي حال كانت العلاقة بين الصفة والموصوف مفرد ونكرة نستخدم اداة تنكير بير هذا الملخص بالكامل اللي اشتغلنا فيه بشكل تفصيلي بدون شرح القواعد في مدخل الجملة الاسمية بدنا حاليا ندخل من بوابة ادوات الاشارة على طريقة استخدام ادوات الاشارة في الجملة ادوات الاشارة عبارة عن بحث هو بسيط جدا ولكن لا يشرح بشكل تفصيلي في مناهج هيتيت مناهج اسطنبول عبارة عن يعتمد على حالة الاحتكاك في المجتمع فيه قوانين سابطة لازم نشتغل عليهم في حال اتقلنا هالقوانين رح نكون مسيطرين على استخدام ادوات الاشارة بشكل محترف في اللغة التركية بالنقطة الاولى نحن عنا المجموعة الاساسية في ادوات الاشارة يلي مكتوبين هون على طرف عنا بو أو شو عنا بالاساس ثلاث ادوات اشارة في اللغة التركية هنن اصل ادوات الاشارة هنن اللي تم اشتقاق باقي ادوات الاشارة منهم عنا بو أو شو بو أول شي بو عبارة عن شو إذا نلاقي لها مترجم حاليا أو دلالة باللغة العربية بو عبارة عن ما يشابه كلمة هذا أو هذه أو للدلالة على هو أو هي إن كان عاقل أو حتى غير عاقل حتى شو للدلالة على ذلك أو تلك للإشارة إلى البعيد يعني كمعنى هننعبارة عن هذا هو تلك لكن أنا بهمني عبارة عن التالي بو للدلالة على القريب أو للدلالة على الغائب شو للدلالة على البعيد هذا كدلالات مسافة بالنسبة لأدوات إشارة كمعنى بو هذا أو هو أو هي شو تلك أو ذلك هالمجموعة هاي رح نسميها هون باسم مجموعة الأصل يلي هو أهم تسمية في أدوات الإشارة لأجل إتقان مع استخدام أدوات إشارة نحتاج إلى تذكر كلمة مجموعة الأصل اشتقت من أدوات الإشارة الأصل أدوات تانية عبارة عن بون لار أون لار شون لار ضفنا لاحقة الجمع إلى أدوات الإشارة مع استخدام الناء العازل بيناتهم بلا سبب عبارة عن قالب سابت بون لار اشتقت من بو أون لار أو شون لار شو الهدف من أدوات هدولة بون لار أيضا صار للقريب ولكن الجمع أون لار للغائب أيضا لحالة الجمع شون لار للبعيد أيضا حالة الجمع هالمجموعة هاي اللي عم شوف نفس المسافات عم تكون مجموعة بون لار أون لار شون لار هي مجموعة ما يسمى هي مجموعة أدوات إشارة للدلالة على الجمع رح نحكي بتفاصيلهم ذاتا القسم الثالث عمنا أدوات أخرى أيضا تم اشتقاقها من بو أو شو عبارة عن بورس أرس شرس لفظ الكلمة أرجع عيدا مرة تانية بورس أرس شرس بورس أرس شرس هنن أدوات الدلالة على المكان المكان المفرد أيضا بورس للإشارة إلى المكان القريب أرس للإشارة إلى المكان الغير موجود أمامنا الغائب شرس للإشارة إلى المكان البعيد بورس شو معناها إذا ندور على معنى لكلمة بورس هي عبارة عن هذا المكان هنا أرس للدلالة على ذلك المكان شرس أيضا الدلالة على ذلك المكان المكان أشر عليه عن بعد واحد بورس صارت معنا هؤلاء أول نارف هم شو نارف أولئك هلا هذا كلام النظري اللي بدنا ندخل فيه إلى تفاصيل التطبيق العملي أول نقطة عندي أداة الإشارة شو الهدف منها؟ هدف أداة الإشارة هي الإشارة إلى ما يسمى المشار إليه إلى الجسم اللي أنا بدي أقشر عليه لأجل أوصل معلومة بتخص هالجسم هذا طيب يعني عندي هون مصطلح بدنا نتذكر مصطلح المشار إليه استخدام أداة الإشارة كقوانين استخدامات أداة الإشارة بدي أكتبون هون على طرف مشانا نشتغل على أمثلة كافية ووافية توصلنا رسالة الاستخدام بدقة ما نحتاج إلى أي مدرب آخر مجرد ما نحن نشوف القوانين نتبع القانون خلال فترة قصيرة رح نحط موضوع أداة الإشارة حالي زهنية رح تصير باللاوعي تبعنا عنا قانون بقول التالي قوانين استخدام أداة الإشارة أداة الإشارة زائد المشار إليه لما يكونوا بين قوسين معا في عنصر واحد لما تكون أداة الإشارة والمشار إليه مع بعض في عنصر واحد النتيجة رح تكون نستخدم مجموعة الأصل حصرا واحد نين عندي القانون الثاني لما تكون أداة الإشارة فاصلة المشار إليه يعني لما يكونوا معناتها منفصلين يعني لما يكونوا مو بنفس العنصر هون عندي أنا شو رح يكون عندي الاستخدامات هون عندي ثلاث خيارات في حال كان هيك عندي واحد اثنين ثلاثة في حال كان المشار إليه مفرد عاقل أو غير عاقل نستخدم الأصل هذا يؤدي الأصل في حال كان المشار إليه بصيغة الجمع نستخدم مجموعة الجمع في حال كان المشار إليه في صيغة أو دلالة مكان أيضا نستخدم مجموعة المكان هذا كلام إذا ما اشتغلنا عليه بأمثلة قيمته رح يكون صفر عندي هذا القانونين لازم نركز عليهم موقع أداة الإشارة من المشار إليه في الجملة نشتغل جمل على السريع مشان هذا الموضوع نسبته كمعلومة عندي الجملة الأولى لما عندي التالي أنا شخص قال لي هذه الجملة صعبة أنا بدرس لغة تركية بدي أعطي انطباع لا أستاذي قال له هذه الجملة صعبة جملة اشتغلنا في القسم الأول مدخل الجملة الإسمية اشتغلنا على طريق التقسيم الجملة إلى مبتدأ وخبر المبتدأ أين هونه هذه الجملة مبتدأ صعبة خبر من هي أداة الإشارة هذه أداة إشارة الجملة شو هونه هي المشار إليه طالما أداة الإشارة والمشار إليه معا في عنصر واحد نستخدم مجموعة الأصل هون بالأساس عم نأشر على غير عاقل مفرد فأنا بكل بكل طبيعة بشكل طبيعة راح أستخدم بو او شو هون عم نأشر على جملة أمامي هذه قريبة راح أحكي جملة بشكل تالي الإشارة أولا بو المشار إليه جملة فاصلة صعبة أخذ الدور الخبر بو جملة زور بو جملة زور هذه الجملة صعبة أن للتفريق بين الصفة والخبر دائما نستخدم حالة الاستغناء استغنينا عن كلمة صعبة هذه الجملة الجملة عندي فيها نقص ما أتى نحن صعبة هي في مكان الخبر شوفوا نفس الجملة شخص ممكن يحكيها بشكل آخر قال لي تالي قال لي هذه هذه جملة صعبة إذا نقارن بين الجملتين نفس المعنى تماما ولكن باختلاف طريقة النطق خلاف طريقة التعبير عن الجملة شخص باللغة العربية استخدم التعريف بعد هذه شخص في الجملة تاني هذه جملة صعبة إذا هون بدنا نستخدم الفاصلة وين راح تكون هون هذه فاصلة جملة صعبة هي الخبر هذا الكلام بدنا نركز عليه كتير مليح هذه جملة صعبة الإشارة هذه فاصلة المشار إليه منفصلين عن بعضهم نحن أمام ثلاث خيارات المشار إليه لما يكون مفرد استخدمنا الأصل بالمفرد جملة أيضا بكل بساطة هذه أولا بو طب هون جملة صعبة كيف راح تكون هالمرة ترتيبها جملة صعبة الجملة هي الخبر الصعبة عبارة عنهم صفة فقط وليست خبر لأنه إذا استغنينا عن كلمة صعبة هذه جملة الجملة انتهت جملة كاملة صعبة عبارة عن صفة للجملة صار عندي هون بو الصعبة الصفة أولا الصفة دائما إنها قبل الموصوف مباشرة الجملة عبارة عن الخبر بو زور جملة شو كان عندي ملاحظة أنها في حال كانت الصفة والموصوف عندهم دلالة مفرد ونكرة نستخدم بيناتهم الأداة بير باللغة التركية بو زور بير جملة زور بير جملة هذه جملة صعبة نعم في الجملة الثالثة عنا إذا نشتغل على شكل آخر حاليا ذلك الطفل مشاغب عبارة أشر أنا من أمامي على مكان في مدرسة بيصفة أقول ذلك الطفل مشاغب كيف رح يكون عندي هون شوفوا ذلك الطفل مشاغب جملة أيضا كاملة شو عناصرها بدنا دائما نركز على طريق تقسيم الجملة ذلك الطفل مع بعضهم شكلوا عنصر مشاغب شكل عنصر الخبر ذلك الطفل شو العلاقة بيناتهم أداة إشارة ومشار إليه مع بعضهم في عنصر واحد معنا نستخدم مجموعة الأصل أساسا هون تطابقة ترجمة بين العربي والتركي تماما ذلك هون عم بأشر على طفل بعيد فهون دا أستخدم كلمة شو إن بو للدلالة على من هو قريب مني شو للدلالة على ما هو بعيد مرعي أو إذا عم نحكي عن حدا غير موجود معنا شو الطفل عندي كلمة تشوجوك أحدى مرادفات كلمة طفل طبعا شو تشوجوك فاصلة كلمة مشاغب كلمة يارمز شو تشوجوك يارمز شو تشوجوك يارمز هادك الطفل مشاغب إذا قلت أنا بو تشوجوك يارمز أنا هون عبأشر على الطفل الموجود بجانبي أو تشوجوك يارمز مع الأو أو تشوجوك يارمز هون إنجاب سير الطفل أمامنا فأنا قلت لكم ترى هداك الطفل اللي عم بتحكوا عنه مشاغب كتير فأو للدلالة على اللي نحكي على حدا على شخص أو على شيء غير موجود أمامي بالعين ما عم نشوفه بالعين بو للدلالة على شيء موجود بجانبي قريب جدا شو للإشارة إلى حدا بمكان بعيد هالجملة نفسها راح نحكيها بشكل آخر هون الهدفنا حاليا بالقسم الأول من الأمثلة هو أعطاء الجمل المتشابهة نحاكي فيها حالة المشار إليه المفرد الغير عاقل وهون عندي المشار إليه لما يكون مفرد وعاقل هون شخص قال لي تالي قال لي ذلك ذلك طفل مشاغب أنا هون أمام شو؟ أمام نفس الجملة تماما الأولى فقط واحد قال لي ذلك الطفل مشاغب أنا هون عم بقول ذلك طفل مشاغب عبارة عن خبر مؤلف من قسمين هو خبر زائد المشاغب عبارة عن صفة الخبر صفة الطفل مع أنه مشاغب هون كانت أخذ الدور الخبر لأنه هي عنصر أساسي في الجملة هون إجت عبارة عن متمم لعنصر آخر البداية به أداة الإشارة شو؟ فاصلة طفل مشاغب عبارة عن صفة وموصوف الصفة أولا يا رمز الموصوف هو عبارة عن شوجوك لكن عندي بيناتهم أداة التنكير لأنه هو أحد الأطفال المشاغبين لما عم مستخدم بير بين الصفة والموصوف المفرد والنكرة شو عم نقصد فيها مفرد ونكرة؟ يعني هو معمول الطفل المشاغب الوحيد قراءة سريعة مشان نمسح اللوح ونشتغل على القسم الثاني سريعة يغرب هناك fasting حسنا'dا يواز يواز مفرد مفرد يَرَمَز بِرْجُوْجُوْكُ نجي على القسم الثاني من الأمثلة أمثلة نحاكي فيها نوع آخر من المشارئلة نجي على الأمثلة تالية هؤلاء تجار هؤلاء تجار أنا شو عم بأشر هون في جملتي مجموعة أشخاص موجودين أمامي عم بأشر عليهم أحاكي الأمامي أنا أقول له أن هؤلاء تجار واضح أنه عم بأشر على أشخاص على بشر الجملة يبارة عن كلمتين فقط هؤلاء هي المبتدأ تجار هي الخبر أداة الإشارة والمشار إليه منفصلين عن بعضهم معناة نحن مباشرة أمام المقطع الثاني إشارة مشار إليه منفصلين عن بعضهم معناة نحن نستخدم واحد من الأدوات طالما المشار إليه تجار هو جمع مباشرة نستخدم مجموعة أدوات جمع بون لار أساسا معناة هؤلاء إذا نجي نترجمها هي بون لار بالأساس معناها الحرفي هون إذا هن القريبين مني فأن بون لار إذا عم أشر عليهم عن بعد رح أستخدم شون لار هون بها الجملة رح أستخدم أعتبرون قريبين البداية بأداة الإشارة بون لار كلمة تاجر هي أيضا أساسا كلمة تجار طبعا بآخر الدرس رح أكتب عن لوح مجموعة الكلمات يلي استخدمناها في الدرس طبعا بون لار تجار لاحق تجمع اللي كان تعتمد على السنائي السنائي حسب الآ كان آ بون لار تجار بون لار تجار بون لار تجار بون لار تجار شوفوا التانية هون عندي أولائك طلاب أجانب كمان عمن أشر على مجموع هالمرة بعيدين هدوليك طلاب أجانب شو عندي هون علاقة بين عناصرنن شوف الفاصلة وين موجودين أولائك فاصلة طلاب أجانب عندي صار المبتدأ والخبر الخبر عبارة عن كلمتين عنصر الخبر الإشارة بأولائك كمان عندي أداة الإشارة والمشار إليه منفصلين بدنا نستخدم واحدة من العناصر أو من المجموعات الثلاثة بحسب المشار إليه الطلاب طالما جمع معناه تبدأ استخدم أيضا هدفي مجموعة الجمع لأنه بعيدين ومرئيين أماني بدأ أعتبر فعم استخدم هون أنا شنر المبتدأ فاصلة طلاب أجانب صفة وموصوف الصفة أولا تأتي قبل الموصوف ولا تضاف إليها أي لاحقة يعني عكس العربي بالعربي طلاب جمع أجانب جمع بالتركي الطلاب جمع الأجانب الصفة دائما مفرد شنر يابانجي أورانجي وأيضا لاحقت الجمع أورانجي لار هالمرة لاحقت الجمع تبعنا حسب السناعي حرف رفيع شنر يابانجي أورانجي لار أولئك طلاب أجانب أداة الإشارة منفصلة عن المشار إليه في الجمع معناته عم نستخدم لاحقت أو مجموعة الجمع لأن المشار إليه جمع شفوا هون عندي أيضا أولئك لكن بنمط جملة ثاني أولئك الطلاب متفوقون جدا عندي صار هون أولئك الطلاب فاصلة متفوقون جدا الخبر أولئك الطلاب أداة إشارة ومشار إليه ولكن أداة إشارة ومشار إليه مع بعض في عنصر واحد ما عد بهمني معنى أولئك هذا هون الخطأ يلي يوقع فيه كل من يدرس اللغة التركية أولئك بالعربي جمع ولكن في اللغة التركية طالما موجود مع المشار إليه في عنصر واحد مباشرة لنستخدم مجموعة الأصل حصرا هون حصرا بدأ أستخدم أنا يابو أو 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 شو اعتبرتهم بعيدين رح أستخدم هون أنا شو شو أورانجيلار شو أورانجيلار أولئك الطلاب شو وضعهم متفوقون جدا جدا هي مبالغة الخبر هون متفوقون أخذ دور الخبر شو ك كلمة متفوق أحد معانيها باشارل ناجح شو أورانجيلار شو باشارللار باشارللار كلمة بدنا ندرب على لفظها بآخر الجلسة هاي شو أورانجيلار شو باشارللار جملة بعدها عم نحكي فيها عن أشياء وليس أشخاص هون حكينا عن أشخاص عاقل جمع مرة استخدمنا أولئك بحالة جمع مرة استخدمنا أولئك بحالة مفرد السبب هو مو المعنى بالعربي السبب هو شكل جملة موقع الإشارة من المشار إليه هون شو عندي هذه شاشات أصلية هذه فاصلة شاشات أصلية هو الخبر هون عندي في محل موبايلات عم بيأشر على شاشات أصلية الإشارة بهذه شوفوا هون عندي إشكال تاني بين العربي والتركي هذه أداة إشارة الشاشات مشار إليه منفصلين عن بعضهم في عنصرين مختلفين المشار إليه شاشات جمع معتها رح نستخدم مجموعة الجمع بغض النظر عن معنى هذه يعني هون ما في بو ولا أو ولا شو هون هذه رح تاخد دور بونلاش هذا الكلام بده تركيز كتير كبير لأجل الابتعاد عن ما يسمى الترجمة الحرفية خطأ أي أجنبي في تعلم اللغة بونلاش شاشات أصلية هو الخبر بوجود صفة زائد موصوف الصفة أصلي كلمة أورجينال أوري جي نال تكتب بهالشكل هذا الإيه تكتب لكن لفظها على الصراع أورجينال 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 الشاشات راح تجي وراها تاخد هي لحقت الجمع بو اكران لار بو اكران لار كلمة مستعمل عبارة عن هالتعبير هذا في المجتمع يستخدم اكينجي ال بو اكران لار اكينجي ال دعم القراءة لهم ايضا ان بونار تجار لار اكي شو شنل شو شنل اكينجي ال ها ش ملتخ ME زو اكينجي ال زو ارلتخ اتفاق اشتركوا في القناة نجي على القسم الثالث نشتغل مجموعة الجمل أيضا تشرح فيها حالة المكان أولا مشان مجموعة المكان أيضا نشتغل عليها وفي الجلسة القادمة رح يكون لدينا جلسة تفصيلية فيها شرح لمجموعة كبيرة من الجمل فيها شرح تفصيلي لكل جملة بالتحديد حاليا النقطة الأساسية نركز عليها حالة تقسيم الجملة أداة الإشارة المشار إليه موقع العناصر العنصر وين عبي يخلص مكان الفاصلة نحن بهالشكل هاد منكون سيطرنا على طريقة إتقان استخدام أداة الإشارة المناسبة عندي عم نحكي هالجملة هاي تلك العمارة يعني ذلك البناء تلك العمارة قديمة جدا العنصر وين عبي يخلص عندي هون تلك العمارة عبارة عن مبتدأ قديمة جدا هي عنصر الخبر تلك العمارة عندي عبارة عن إشارة ومشار إليه موجودين مع بعض بنفس العنصر ولو عم بأشر على مكان لكن عندي القانون سابت أداة الإشارة والمشار إليه معا في عنصر واحد نستخدم الأصل حصرا هالكلام الخريطة الرسمناه هون لازم ترتسم بدماغنا تكون سابتة في دماغنا هالكلام هذا لازم ينحفظ تلك العمارة إشارة ومشار إليه مع بعضنا في نفس العنصر عم نأشر على عمارة بعيدة معاها عم نستخدم هون شو العمارة أحد معنيها كلمة أبارتمن كلمة أبارتمن يقصد بها العمارة السكنية يلي فيها منازل شو أبارتمن شو وضعها قديمة كتير شو أبارتمن كلمة بناء أيضا بمعنى عمارة ولكن يقصد بها بناء بغض النظر عن إذا هو بناء سكني ولا بناء عمل هون أبارتمن بناء سكني حصرا شو أبارتمن تلك مدرسة خاصة كمان هون عم نأشر على مكان موقع الفاصلة وين تلك معقول تلك المدرسة تلك مدرسة خاصة فاصلة مدرسة خاصة نحن أمام صفة وموصوفة بشكل الخبر أيضا عم نأشر بتلك نفسها تلك هون كانت شو لأنه مع المشار إليه في نفس العنصر تلك هون شو راح تكون طالما منفصلة عن المشار إليه مباشرة السطر الثاني مع تفاصيله أداة الإشارة منفصلة عن المشار إليه والمشار إليه المدرسة هي مكان معتها عم نستخدم مجموعة المكان عم نأشر إلى مكان بعيد نوعا ما فعم نستخدم معناتها شرسة هون خطأ أستخدم شو خطأ أستخدم شو لأنه عم بأشر على مكان خسرا هون عندي صار شرسة شرسة فاصلة مدرسة خاصة صفة وموصوف الصفة أولا أزال الموصوف أكل بعض الصفة ولكن عم بترك بيناتهم فاصلة صغير لأنه الصفة والموصوف مفرد مدرسة وحدة ونكرة هي أحدى المدرسة الخاصة معتنا تلك هي المدرسة الخاصة هون طالما مدرسة خاصة وحدة من المدرسة الخاصة يعني مفرد ونكرة نستخدم بيناتهم قانون الصفة وموصوف بير شرسة أزال بير أكل شرسة أزال بير أكل شفوا الجملة هون بعدها بدل تلك عندي هذا أيضا الفاصلة وين مكانها هذا فاصلة مطعم جديد أيضا أداة الإشارة هذا منفصلة عن المشار إليه المطعم الجديد منفصلين عن بعضهم السطر الثاني في حال الانفصال المشار إليه مكان نستخدم مجموعة المكان هذا الربط بده يتسبت في الدماغ هذا أداة الإشارة منفصلة عن المشار إليه عم نأشر على مكان قريب احتمال نحن متواجدين فيه رح أبدأ هون نظر ل كمتر جديد يدي كمتر يقول جديد أ persuل مبتر فاصلة مطعم جديد الجديد يدي أيضا عندي هنا بير بير رستورن أو لكانتا كل الأرض مرس ينيبي الريستوران هذا مطعم جديد الجملة الأخيرة هذا المطعم سيء جدا المبتدأ هالمرة هذا المطعم فاصلة سيء جدا الخبر هذا المطعم مبتدأ أداة إشارة مشار إليه معا في عنصر واحد نستخدم مجموعة الأصل حصرا معا أنه عم نأشر على المطعم نفسه ولكن هون استخدمنا برس لأنه انفصلت برس عن المطعم في الجملة اللي بدماغنا بالعربي هون لأنه أجو في نفس العنصر هذا المطعم صار عندي هون بو ريستوران معا برس بو ريستوران سيء جدا كتو بو ريستوران بو ريستوران بو ريستوران كتو هذا المطعم سيء اكتير قراءة خيرة عند رحكم بجزء التالي آخر جزء عبارة عن كتابة الكلمات المستخدم بي الدرس بالكامل معا معانيهم بو ريستوران جد Lau اشتركوا في القناة